صباح الخير عبد الله وسارة صباح الخير لكافة المشاهدين اليوم أصبح التعليم من أهم رواسي المجتمعات والأشخاص ذوي العاقة وتحديداً فئة الصم والبكم هم جزء من نسيج المجتمع حيث يوجد ما يقارب 70 مليون أصم في مختلف دول العالم بحسب إحصالات الاتحاد العالمي للصم أما في المملكة فهناك تقريباً 750 ألف أصم في مختلف مناطق المملكة في المقابل تماماً هناك عدد لا يتجاوز 120 مترجم فقط من مترجم الإشارة وهذا مؤشر يدعو إلى العمل على المزيد من التدريب والتطوير والتأهيل لزيادة أعداد هؤلاء المتعلمين سأتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيف السيد إبراهيم الشمراني المشرف العام على مدارس منارات الرياض صباح الخير سيد إبراهيم تحدث اليوم عن أهمية مثل هذه القرارات للطلاب والإحتاجات الخاصة حياك الله أستاذ خلف وأحييك وأحيي السادة المشاهدين وهذا اليوم هو يوم جميل وصباح جميل على هذا القرار الجميل الذي صدر من معالي وزير التعليم والذي أعتقد أنه هو باكورة هذا العام في أن يعطوا هذه الفئة الغالية علينا حقهم في التواصل الفاعل على مستوى شرائح المجتمع فهذا القرار أنا أعتقد أنه سيكون لها انعكاسات جميلة جدا في استثمار طاقات ومواهب هذه الفئة الغالية علينا والتي ينقصهم هو حقيقة سعة ومساحة التواصل من فئات المجتمع التي كما ذكرت في مقدمتك أنه لا يتجاوز لدينا في المملكة العربية السعودية أكثر من 120 مترجما بينما هذه الاحتياج أو أصحاب الهمم في الصم هم تجاوزوا 750 ألف في هذه الدولة وعلى مستوى العالم 72 مليون أعتقد أن القرار سيعطي ثماره الإيجابية وستكون محاضن التربية والتعليم هي انطلاقة توسعة شرائح المترجمين وسيدخل في كل بيت مترجم وسيكون التواصل في وقت مبكر مع أصحاب هذه الهمم الغالية علينا سبراهيم أسألك عن انعكاساتها أيضا على الطلاب الأسوياء وأيضا حدثنا عن انعكاساتها على طلاب ذوي الاحتياجات ما في شك أنه انعكاساته على الطلاب الذين لا يعانون من هذه الاحتياجات أعتقد راح يكون هناك توسعة ثقافة أهمية التواصل الإيجابي مع أقرانهم وأخوانهم في هذه الاحتياج رقم اثنين أنه تكاد لا تخلو بيتا من هذه الاحتياج فيكون كل طالب من طلاب هذه المدارس سفيرا وصاحب لغة الإشارة ومترجما ويستطيع أن ينمي مهارات أقرانه وأخوانه بوقت مبكرا لا شك أنه أيضا الاندماج في التواصل الاجتماعي في إلغاء العزلة الموجودة في مدارسنا الآن هو دمج موجودة لكن الدمج هو على مستوى المترجمين والمعلمين وسيكون هناك الدمج فيما بين طلابنا أصحاب ذوي الاحتياجات الصم مع أقرانهم في هذه الحالة في المدارس أما بالنسبة لانعكاساته على الطالب ذوي الاحتياج الصم أعتقد راح يكون ثمار جميلة جدا من أهمها أن يتقارن ويتواصل مع أقرانه ويكتسب المهارات والخبرات واللغة بشكل أوسع مع أقرانه الأسوياء رقم اثنين أنه يكسر حاجز العزلة التي يعيشها في الفترة السابقة ويصبح مندمجا في المجتمع رقم ثلاثة ينمو القاموس اللغوي من خلال اكتساب السريع للقيم والمهارات من خلال أيضا المجتمع الداخل المدارس كذلك أيضا إبراز مواهب وطاقات هؤلاء الفئة الغالية علينا الذين يملكون مواهب أكثر من الأسوياء وعطلت ولم تظهر بأسباب عدم وجود تواصل إيجابي هناك أيضا إكساب طلابنا الأسوياء لغة أخرى أيضا نحتاجها في جميع شؤون حياتهم اليومية والاجتماعية هناك حقيقة كثير من المكاسب لهذا المشروع وأعتقد حقيقة هو مشروع ناجح ومشروع حقيقة هو مشروع هذا العام والمبادرة مباركة من معالي الوزير سؤالي لأخير لك بشكل مختصر هل هناك اكتفاء لمعلمية التربية الخاصة أم يعني يوجد هناك احتياج أيضا لا زال هناك احتياج وأنا ابن الوزارة وأوناشد معالي الوزير حقيقة أن يكون هناك إعادة النظر مرة أخرى في تأهيل وتدريب معلمي التربية الخاصة وذوي الاحتياجات في جميع الاحتياجات سواء الصم أو غيرهم وأيضا تمكين مدارسنا بهذه الطاقات وهذه التخصصات وأيضا توسعت الدائرة لمعلمينا أصحاب التخصصات العادية في إعطاءهم التمهير في ممارسة لغة الإشارة مستقبلا إن شاء الله وفي سبيل أن ينجح هذا المشروع بإذن الله سبحانه وتعالى في مدارسنا الأستاذ إبراهيم الشمراني المشرف العام على مدارس منارات الرياضة العالمية شكرا زيلا لك شكرا لكم قناة الأخبارية وأنا سعيد في هذا اليوم وأبارك حقيقة لنا كمجتمع سعودي على أن هذا القرار سيحقق جزءا كبيرا من رؤيتنا وهي استثمار الطاقات الشبابية ومن هؤلاء الشباب هذه الفئة الغالية علينا التي سيتاح لهم فرصة التواصل مع جميع طياف المجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى شكرا زيلا لك نعم عبد الله وسارة طبعا هذه الفئة غالية علينا جميعا وبإذن الله تعالى ستعكس هذه القرارات الكثير والكثير على هذه الاندماجهم في التعليم بحول الله وقوته يعني كل التوفيق لهم ويعطيك العافية خالد السميمي شكرا يا خالد